لما يصدعوك بشعارات الوطنية ويزنقوك بالكلام عن القومية ويشاور عليك دايما بصبع الاتهام عشان بس انت اخترت عقيدة غير عقدتهم وانت تساير الموجة وتعيش وسوا في اتحاد ولما الاتحاد يتفك وكل واحد يشوف طريقه وكل مجموعة تستقل بأرض وتعمل دولة فتفكر انت بس مجرد تفكير انك تمارس سيادتك على أرضك أرضك اللي انت عليها بقى لك آلاف السنين تلاقي اللي طلع يقولك مستحيل مستحيل تكون دولة مستحيل اسيبك تكون مستقبل وتختفي القومية والشعارات الوطنية وتواجه بالإبادة الجماعية فكان يا مكان في 7 مارس 2022 تنتشر أخبار وفيديوهات من البوسنة والهرسك بيظهر فيها عشرات العربات العسكرية التابعة للأمم المتحدة وهي بتنتشر في شوارع العاصمة سراهيفو طبعا التحرك ده صاحبه بعض التحليلات إن سببها الخوف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بإن ده يحرط سربيا على اكتياح مماثل للبوسنة والهرسك خاصة إن في السنوات الأخيرة زادت اللهجة العدائية من سربيا مرة تانية تجاه البوسنة وفي أواخر سنة 2021 جدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك طب إيه اللي ودى قوات عسكرية أوروبية بالأعداد والتسليح والمعدات العسكرية دي لدولة البوسنة والهرسك وعلنت نتائج الاستفتاء على استقلال البوسنة والهرسك عن جمهورية يغزلافيا الاتحادية وكانت النتيجة الموافقة بالأغلبية الساحقة ورغم فرحة الاستقلال خصوصا بين البوسنيين المسلمين بعد أكتر من 40 سنة وهم فيما يعتبر في حكم الاحتلال من اتحاد اشتراكي بيتطهد للمظاهر الإسلامية لكن اليوم ده اتحول لواحد من أكثر أيام الاستقلال العالمية كارثية في التاريخ لأنه كان نقطة البداية للمذابح اللي راح ضحيطها آلاف الأوروبيين على مرأة من العالم وخلونا نرجع بالتاريخ وراء شويتين منطقة البوسنة والهرسك منطقة موجودة في جنوب شرق أوروبا تقريبا في قلب أوروبا المعروفة بدول البلقان وهي دولة غير ساحلية تقريبا شمالها هتلاقي المجر والنمسا وكرواتيا وجنوبها الجبل الأسود والبانيا وشرقها صربيا ورومانيا وبالغارية وغربها البحر الأدريتيكي اللي يدوب بالبوسنة ساحل صغير عليه والبحر الأدريتيكي أو بحر البنادقة من البندقية في إيطاليا علشان أبرز ما في اتجاه الغرب من البوسنة والهرسك هو شبه الجزيرة الإيطالية يعني تقدر تقول أن البوسنة والهرسك تتوسط قارة أوروبا على غربها تلاقي إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وعلى شرقها تلاقي صربيا وبالغارية ورومانيا ومولدوفا وصولا إلى أوكرانيا كانت البوسنة والهرسك وما حولها منطقة نشأت فيها حضارات من آلاف السنين اتطورت الحضارات دي لحد ما بقى عندنا في القرن الثمنتاشر ما يعرف بالمملكة البوسنية وفي منتصف القرن الخمستاشر تقريبا 1463 ميلاديا خضعت البوسنة والهرسك لحكم الدولة العثمانية وأصبح لها شأن كبير في الإمبراطورية اللي بتحكم أجزاء شاسعة من العالم لدرجة أن اللغة البوسنية أصبحت اللغة رقم تلاتة في الدولة وكتير من الأمراء والوزراء والمسؤولين في الدولة العثمانية كانوا من البوسنة ومع مرور السنين والضعف اللي أصاب الدولة العثمانية اتفقت القوى الغربية على اقتصام منطقة دول البلقان ما بينها وفي مؤتمر برلين سنة 1878 قرروا أن البوسنة تكون تحت حكم الإمبراطورية النمساوية المجارية وفي المقابل الدولة العثمانية استجابت لكل مطالب مؤتمر برلين واللي سحبت من الدولة العثمانية الكتير من الدول والأراضي وبالفعل تتحرك النمسا وتكتاح منطقة البوسنة والهرسك ورغم وجود مقاومة من البوسنيين إلا أن النمسا نجحت في احتلال البوسنة وبدأت في تشييد الكنائس وقبلها على مدار سنوات شهدت البوسنة موجة هجرة كبيرة جدا بالألاف في اتجاه اسطنبول وغيرها من الولايات العثمانية واشتغل حكام البوسنة الجدد في الوقت ده على عزلها تماما عن محيطها الإسلامي لكن في سنة 1909 تم منح البوسنيين المسلمين بعض الحقوق البسيطة زي الموافقة على وجود إدارة الأوقاف في السماح بوجود جمعيات إسلامية وفي سنة 1914 مع اغتيال ولي العهد النمساوي أعلنت الامبراطورية النمساوية المجرية الحرب على صربيا علشان تندلع الحرب العالمية الأولى ولمن بعدها تظهر دعوات تأسيس مملكة مستقلة عن النمسا وألمانيا مملكة من مناطق وشعوب الصرب والبوسنة والكروات وبالفعل يوافق مسلم البوسنة على الدعوات دي بعد يدعمهم لحزب اسمه منظمة المسلمين لغزلاف اللي تأسس في سرايفو سنة 1919 وكان هدفهم وشرطهم هو الحفاظ على دولتهم البوسنة كهوية مستقلة ضمن اتحاد وفي 1920 يفوز حزب منطقة لغزلاف بقيادة زعيمه محمد سباهو بكل أصوات المسلمين في البوسنة تقريبا ويبقى ليه 24 مقعد في الجمعية التشريعية الوطنية لكن في سنة 1929 يقرر حاكم اتحاد الدولي لغزلافية الملك ألكسندر يقرر تعليق العمل بالدستور ويلغي موضوع المملكة اللي بيضم الصرب والكروات والبوسنيين والسلوفيين ده ويقول أن كل المنطقة دي بأسمها مملكة يغزلاف وعمل تأسيمات إدادية جديدة بحيث أنه قسم المملكة لتسع مقاطعات كانت حدود كل المقاطعة ما بتعملش اعتبار لأي حدود جغرافية أو تاريخية بحيث أنه كان بيقسم المنطقة الوحدة بسكانها وأهلها يقسمهم على المقاطعتين وكأنه كان فيه تعمد للتأسيم ده طبعا القرارات الجديدة أثرت استياء غالبية البوسنيين لأن دي أول مرة تقريبا تتعرض منطقة البوسنة والهرسك للتأسيم بالشكل ده البوسنة والهرسك فيها ثلاث أعراق رئيسي بوسنيين، بوشناق، مسلمين ودول من القدن الخمستاشة كانت نسبتهم الأكتر ووصلت مع الوقت لحدود خمسين في المية من السكان وبعدهم بوسنيين صرب اللي هم المسيحيين الأرثوس ودول نسبتهم أقل وثالثا ييجي بوسنيين كروات اللي هم المسيحيين الكاثوليك وفي حدود خمسة في المية أعراق وديانات تانية طبعا التأسيمات الجديدة اللي عملها لملك أليكسندر بعد سنة 1929 قسمت البوسنة أربع حدث ولقى البوسنيين المسلمين نفسهم إنهم بقوا أقلية في كل منطقة ومش المسلمين بس ده حتى المسيحيين الكروات موافقوش على دستور أليكسندر وتأسيماته علشان يندلع ما بين الكروات والصرب نزاع سياسي استمر عشر سنين تقريبا وناخد بالنا إن الفروق ما بين الصرب والكروات كتير في اختلاف اللغة وفي القومية وصحيح الاثنين بينتموا للدين المسيحي لكن الصرب بيتبعوا الكنيسة الأرفوزكسية يعني زيها زي أغلب دول شرق أوروبا وروسيا والكروات بيتبعوا الكنيسة الكاثوليكية زيهم زي أغلب دول غرب أوروبا وعلى رأسهم إيطاليا وفرنسا يعني نقدر نقول إن من بعد قرارات الملك أليكسندر بالتأسيم واللي تم رفضها خاط قادة البوسنة والكروات والصرب مفاوضات طويلة لوضع حلول لتشكيل المنطقة ولكن في المراحل حسام التفاوض ومع الاقتراب من نهايتها يموت الزعيم محمد سباهو في يونيو 1939 ويتولى خلفته جعفر كولينو فيتش المسئولية من بعده يطالب بحقه وحق أهل البوسنة في إنشاء دولة مستقلة بيهم دولة البوسنة والهرسك لكن يبدو إن الصرب والكروات كانت تفقوا خلاص فتم تجاهل مطالبه تماما وقسموا المنطقة ما بينهم علشان يبقى عندنا دولة مستقلة اسمها صربيا ودولة تانية مستقلة اسمها كرواتيا كل واحدة فيهم واخدأ بعض مقاطعات من البوسنة أما ما تبقى من مناطق في البوسنة والهرسك لم يتم ضمها لدولة منهم فأقصى ما تم منحه ليهم هو استفتاء عام يصوتوا فيه على اختيار محدد إما الانضمام والتبعية للصرب أو الكروات ولكن الوضع الظالم ده ما يستمرش كتير ويجي أدولف هتلر ويقولك بلا كرواتيا بلا سربيا بلا بوسنة في إبريل 1941 تاخذوا ألمانيا منطقة يوغزلاف ويستولوا على كل المنطقة كرواتيا بالبوسنة والهرسك بسربيا بدعم من رومانيا وبالغاريا وإيطاليا وكمان خادوا اليونان وعدالة ألمانيا بعدها إنشاء دولة وسموها كرواتيا بتضم كل المناطق اللي سيطروا عليها وسلم الألمان قيادة الدولة الجديدة للحزب القومي الكرواتي وده حزب متطرف بيؤمن بس بسيطة الكروات على كل الأراضي دي وده فتح أبواب الجحيم والاضطهاد على البوسنيين وكمان السرب في المقابل قاد الحزب الشيوعي وغزلافي مقاومة ضد الألمان ولكن الحزب هو كمان ما كانش معترك بالبوسنيين والمسلمين كشعب وإن دي أرضهم وأرض أجدادهم وتاريخهم وكان بيوصفهم إنه هما مجرد جماعة عرقية أو إثنية والإثنية بتوصف ناس بيجمعهم شيء مشترك لغة بقى ثقافة دين يعني كان الأصد من وصفهم بجماعة عرقية إنهم ينزعوا منهم صفة شعب إنهم أمة ولهم حق في دولة وتعرض الكل تقريبا للاضطهاد في الجمهورية الكرواتية الجديدة دي يهود وصرب وعلى رأسهم طبعا البوسنيين المسلمين وبعد نهاية الحرب العالمية التانية سنة 1945 يسيطر الشيوعيين على الحكم في المنطقة اللي كانت بتضم صربية والبوسنة والديرسك وكرواتيا وينشأ الاتحاد اليغزلافي الفدرالي ويوقع جوزيف تيتو القياد الشيوعي السياسي والعسكري يوقع مع الاتحاد السوفيتي اتفائية بالدخول معاهم في تحالف ويطبق تيتو الدستور السوفيتي في يغزلافيا وتحصل البوسنة والديرسك على حكم فدرالي يعني هي لا تبع صربية ولا كرواتيا ولكن الكل تحت حكم تيتو كان عايش في رعب خاصة المسلمين وبعد التقديرات بتقول ان الشيوعيين بقيادة تيتو قتلوا اكتر من ربع مليون من الرافضين او المعارضين لحكمهم خلال عامي 1945 و1946 وبدأ تيتو في اضطهاد المسلمين والتديق عليهم ويغلاق اي مؤسسات او جمعيات مسلمة حتى كتتيب تحفيظ القرآن افلها وتم اعتقال كتير من اللي حاولوا التغلب على الاجراءات دي بانهم يحفظوا القرآن في بيوتهم او باي وسيلة تانية وفضل الشيوعيين بصين لابناء البلد من مسلمين على انهم مشكلة وفي سنة 1948 تم اعطاء مسلم البوسنة اختيار في الاحصاء السكاني اللي اتعامل وقتها وهو اما يختار انه يتكتب عنه مسلم سربي او مسلم كرواتي او مسلم فقط بدون نسبة لأي قومية الاحصائيات بتقول ان 25000 شخص اختاروا ان هم يتكتبوا مسلم كرواتي واختار 75000 انه يتكتب مسلم سربي في حين قرر اكتر من 775000 انهم يتكتبوا مسلمين بس وفضل وضع تقريبا مستمر طول 30 سنة لاحق لحد ما في 4 مايو 1980 تعلن وفاة جوزيف تيتو وتأثرت الدولة اليوغزلافية بالاحداث حواليها وطبعا بضعف الاتحاد السوفيتي اللي كان بيعيش اواخر عهده وفي اواخر التمنينات بدأت احزاب سياسية تتشكل والحزب الشيوعي اليوغزلافي في اضعف حالاته ومع ظهور علامات انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات انفصلت كرواتيا وسوليفينيا ومقدونيا عن الاتحاد اليوغزلافي بعد انتخابات حرة لكن سربيا حاولت تمسك عقد الاتحاد اللي فرط بانه باقي الدول تفضل تحت سلطتها المركزية ورغم فشالها في محاولة تعطيل استقلال التلات الدول اللي فاتوا لكنها وقفت بكل قوة ضد استقلال البوسنة والهرسك صحبة الاغلبية المسلمة على الرغم من هما سلكوا نفس الطريقة اللي عملها سكان كرواتيا الانتخابات والسندية لكن المشي هناك مش شرط المشي هنا ورفضت سربيا تماما موضوع استقلال البوسنة ده لكن شعب البوسنة ونخبة من المفكري وسياسي ما يقسوش وقرروا خوض التجربة زي اللي سبقوهم والموضوع يتعرض بشكل استفتاء او انتخابات وشعب برطه هو اللي يختار يختار الاستمرار ضمن اتحاد او دولة او يختار الاستقلال وانشاء دولة وفي 1990 اتشكل في سراييفو برلمان بوسني بتهيمن عليه ثلاث احزاب ثلاث احزاب مبنية تقريبا على اساس عرقي وطائفي حزب صربي وحزب كرواتي وحزب البوشنات اللي هم المسلمين وكلهم اتفقوا على طرد الشيوعيين لكن كان في حزب واحد منهم وهو الحزب الصربي الديموقراطي كان رافض ومصمم على منع اي استقلال البوسنة عن الاتحاد الاغسلافي الاتحاد اللي بقى بتهيمن عليه صربيا ومثال اكشف ده طريق المفاوضات والسياسة والحوار الوطني وإعلاء شعارات القومية والتعايش والتعددية وننسى اللي فات بقى يا جماعة علشان الاستقرار والتقدم وان كلنا واحد تحت عالم واحد لا خالص الحزب الصربي بدأ في تسليح الاقلية الصربية الارثوزكسية اللي موجودة في البوسنة وكمان اعلن انشقاق عن البرلمان وعمل برلمانه الخاص جوه البوسنة نفسها حاجة ملاكي كده يطلع بيها قرارات على مزاجه وهنا يسكت الحزب الكرواتي ابدا عمل نفس الحوار كون ميليشيا مسلحة كاثوليكية وعمل برلمان داخل كيان البوسنة وتصاعدت الاحداث وزيادة التوترات ولما بقت الدنيا على وشك الانفجار واصبحت البوسنة مفتتة بين احزاب وميليشيات حصلت مباحثات سرية بين رئيس كرواتيا فرانيو توتجمان ورئيس سربيا الاتحاد اليغوزلافي سلو بدان ميليزوفيتش اتفقوا خلالها على تأسيم البوسنة والهرسك ما بينهم وقيل انه كان هدف التأسيم ده هو تفتيت وتشتيت قوة المسلمين البوسنيين لكن في المقابل ورغم عدم علمهم وقتها بقصة اتفاق التأسيم ده اصر غالبية البوسنيين على تنظيم استفتاء الاستقلال وفي اليوم الموعود 1 مارس 1992 يحصل الاستفتاء ويشارك البوسنيين بكثافة ويقطع الاستفتاء الغالبية من السرب والكروات الي في البوسنة وعلنت النتائج يوم 4 مارس واللي بتظهر مشاركة اكتر من 63% من الناخبين واللي اختار 99.7 منهم استقلال البوسنة والهرسك وبالفعل يعلن الاستقلال ويتولى المفكر والسياسي البوسني علي عزبيجوفيتش يتولى منصب اول رئيس في الجمهورية المستقلة واعترفت الولايات المتحدة الامريكية باستقلال البوسنة ويعترف فيها برضو السوق الاوروبية المشتركة اللي هو الكهان اللي بقى لاحقا يعرف باسم الاتحاد الاوروبي اللي هو بحسب البعض مجرد نكاية في اي حاجة لها علاقة بارث المعسكر الشيوعي لكن الصرب مش بس رفضوا النتيجة لأ دول كمان بدأوا من نواشات عسكرية في الاقاليم اللي لهم فيها اغلبية ويتم تشكيل ما عرفه بجيش جمهورية صرب البوسنة واللي كان مدعوم مباشرة من صربية اول اتحاد اليغوزلافي وقتها واللي بقى زي المصعور ودأ في انتزاع اكبر قدر ممكن لمساحات الاراضي التابعة لدولة البوسنة والهرسك مهما كان التمن حتى لو هيكون ابادة سكانها من المسلمين البوسنيين ومن هنا دارت الحرب في قلب اوروبا بدأت الاشتباكات سريعا يوم 9 مارس 1992 لما شن الاتحاد اليغوزلافي اللي هم الصرب حرب على جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية الكرواتية في نفس الوقت بغرض الاحتلال وضم الاثنين لها وتواغل الصرب بمدرعات والدبابات في مختلف البلدات البوسنية وفي 23 مارس 1992 بعتت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى بلجراد بغرض ايقاف الاعتداء السربي على كرواتيا والبوسنة وبالفعل تتوقف الحنة العسكرية السربية على كرواتيا لكنها تفضل مستمرة على البوسنة وكمان تتوسع والعجيب أن كرواتيا تدخل على خط المعارك من تاني بس المرة دي بقتها المعتدية علشان يدخل الجيش الكرواتي أراضي البوسنة والهرسك ويحتل عدد من البلدات بغرض التوسع اللي هو كل اللي عايز يخطف حتها يتفضل وفي يوم 25 مارس 1992 توصل قوات السربية بالمعارك لجميع مدن البوسنة والهرسك تقريبا وأصبح البوسنيين بيقوموا لوحدهم تماما الجيشين السربي والكرواتي اللي بقوا مدعمين بين بوسنيين لكنهم بيحربوا ضد أهل بلدهم بقى سرب البوسنة الأرثوذوكس بيحربوا مع الجيش السربي وكروات البوسنة الكاثوليك بيحربوا مع الجيش الكرواتي والاتنين بيضربوا في البوسنيين المسلمين وطبعا كان فيه فارق كبير جدا في التسليح والتدريب ما بين جيوش السرب والكروات والميليشيات الدعمة ليهم وما بين المقاومة البوسنية وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة البوسنة والهرسك في 22 مايو 1992 وقبلت عضوياتها بالمنظمة لكن حظر تصدير وبيع السلاح اللي كان مفروض قبل كده على اتحاد يغزلافيا فضل زي ما هو وامتد أثره ليشمل الدولة الجديدة البوسنة والهرسك اللي اتحرمت بقرار عجيب من إبرام أي صفقات سلاح تنجدها ضد الغازو اللي بتعرض له وفي المقابل كان القادة السرب اللي وارثين سلاح ومعدات غير اللي كان بيجي لهم كده عافية كانوا بتفخروا أن عندهم أسلحة وزخيرة تكفي حربهم في البوسنة والهرسك لمدة 7 سنين قدام ما يعني بحسب البعض إن استمرار قرار حظر الأسلحة هو حكم بالإعدام على الشعب البوسني من ناحية تحاولت الحكومة الأمريكية وكمان الألمانية أن هم يرفعوا حظر السلاح عن البوسنة في سبيل إنها تحصل على بعض الأسلحة خاصة الأسلحة الدفاعية لكن وزير الخارجية البريطاني دوجلس هيرد رفض الفكرة بشدة وبرى الرفضه بأن مد البوسنة والهرسك بالسلاح لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب واستمر القتال أو بمعنى أدق استمرت المجازر السربية من ناحية والكرواتية من ناحية تانية ضد الشعب البوسني اللي كان بيقوم باللي يقدر عليه استمرت الحرب من 1992 لحد نهاية 1995 حوالي ثلاث سنين ونص ارتكب الجنود السرب والكروات خلالها فظايع كتيراً في حق المسلمين البوسنيين ولما بنقول المسلمين البوسنيين بنقول على أساس إن المعارك ومجازر الإبادة والقتل والاختطاف والاقتصاب كانت بتتم بعلم من الكنيسة الأرثوزكسية وأحياناً بأوامر أو بتوجهتها خاصة بعدما أصدرت الكنيسة فتوى بتبيح اقتصاب السرب للمسلمات فتوى تحريضية أدت لاقتصاب الآلاف بعض الإحصائيات رصدت اقتصاب حوالي ستين ألف سيدة وفتاة وطفلة بوسنيين كانت بعضهم بتتعرض للإقتصاب بعدة مرات ده غير حفر الصليب على أجساد الضحايا بالسكتين طبعاً اللي فاد ده جزء من جرائم الحرب اللي تم ارتكابها على مدار شهور طويلة ده غير طبعاً حصار مدينة سراييفو اللي يعتبر أطول حصار لحاصمة في تاريخ الحرب الحديثة اللي بدأ من 5 أبريل 1992 وانتهى في 29 فبراير 1996 واستخدم في الحصار قوات بلغت أكتر من 18 ألف جندي يتمركزوا على التدالي المحيطة بالمدينة ولمكنتهم من قصف كل مكان بجميع أنواع الأسلحة المدفعية الهون الدبابات الرشاشات التقيلة قذفات الصواريخ المتعددة مروراً بالمدافع المضادة للطيرات وصولاً لاستخدام القنابل وحتى بنادق القنص واتقتل في الحصار من سكان العاصمة تقريباً 10 ألاف شخص واعتبر الآلاف في عدد المفقودين أحكمت القوات السربية وقوات الجيش الشعبي اليوغزلافي قبضتها على القوات الحكومية البوسنية الضعيفة واللي ما فيش أي دولة بتدعمها أو تسندها وسيطرت القوات المعادية على مناطق واسعة من أراضي البوسنية وطبقت إجراءاتها القياسية ولما نقول قياسية نصت كأنهم بينقلوا من كتاب أو بينفزوا مجموعة أو سلسلة من القرارات الاعتيادية وكانت الإجراءات القياسية في أي قرية أو مدينة يدخلوها تبدأ باعتقال كل المدنيين حرق منازلهم، شهاءهم، ووضع المدنيين في معسكرات اعتقال بعد فصل الرجال عن النساء وتبدأ بعدها مجموعة جديدة من الجرائم الضرب والتعزيب والاقتصاب والقتل الإجراءات القياسية دي اتسببت في حرق 60% من منازل البوسنة وهدم 33% من المستشفات و50% من المدارس وتدمير 85% من البناء التحتية طبعا ده غير إن القوات السربية زرعت مساحة تبلغ 300 كم بالألغام وانتشرت المجاعة وندرة الطعام والشراب زي ما انتشرت الأمراض العضوية وطبعا النفسية والعصبية اللي بعض الإحصائات قالت النص الناجين من سكان البوسنة تقريبا يعني 50% من السكان أصيبوا بأمراض نفسية وعصبية متبينة من اللي شافوه من الاجتياح السربي وبخلاف تعامل دول العالم مع البوسنة في عدم دعمها ومنع السلاح عنها كان تعامل دول الجوار أكثر سوءا ورفضت الدول الجوار استقبال اللاجئين البوسنيين وتعاملت معهم مش بس بعنصرية ده بعدائية شديدة وبدأت الدول الأوروبية اللي نزح لها اللاجئين المدنيين بدأت تشتكي من وجودهم وفورا اشتغلت على نقلهم جبرا للبوسنة مرة تاني علشان يلاقوا نفسهم دون مقوى بعد ما استولى السرب على بيوتهم والعلم حتى الآن لا تزال حوالي 60 منطقة في البوسنة وقع تحت بند النزاعات القانونية وفي انتظار عودة اللاجئين البوسنيين المسلمين لها ورغم كل الفضائع اللي شافها أهل البوسنة كانت مسبحة سربرينيتسا سنة 1995 هي العلامة الفارقة وتعد مش بس أفضع المزابح اللي حصلت في البوسنة منترسك على إيد القوات السربية لتعد من أفضع المجازر اللي شهدتها أوروبا في العصر الحديث منذ الحرب العالمية التانية والحد النهاردة مسبحة سربرينيتسا اللي رحضة حيطها حوالي 8000 شخص ونزح بسببها عشرات الآلاف من مدنيين المسلمين الأكثر إجراما أن المسبحة حصلت تحت سمع وبصر قوات حفظ السلام الدولية وخلونا نحكي جزء من اللي حصل بسرعة في 11 يوليو 1995 سيطرت القوات السربية بقيادة تراتكو ميلاديتش على بلدة سربرينيتسا وصرح ميلاديتش وقتها أنهم بيقدموا سربرينيتسا هدية للشعب السربي في عيدهم الوطني وقال أنه حان الوقت أخيرا للانتقام من الأتراك ويقصد سكان المدينة من المسلمين يعني يمكن لحد النهاردة في بعض دول أوروبا كلمة تركي تعتبر مرادف لكلمة مسلم طبعا حاول المدنيين في سربرينيتسا الاستنجاد بقوات الأمام المتحدة حاولوا الاحتماء بالقوات الهولندية الموجودة في المنطقة واللي كانت أعلنت مدينة سربرينيتسا كمنطقة آمنة وفعلا يؤدي الزباط والجنود الهولنديين مهمتهم في حفظ السلام وضمان الاستقرار على أكمل وجه لما سلموا كل المدنيين لتحت إيدهم للقوات السربية سلموا مدنيين عزل رجال ونساء وأطفال سلموهم فريسة سهلة لقوات وحشية بقالها شهور بترتكب جرائم حرب عشان تنفذ القوات السربية خلال أيام مجزرة جماعية راح دحيتها أكتر من 8000 مواطن بوسني وأكبروا الكتير من العائلات على ترك منازلهم يعني مش بس الدول الغربية منعت السلاح عن البوسنة والهرسك السلاح اللي كان ممكن يمكنهم يدفع عن نفسهم فما تحصلش المجازر دي دي كمان ما كانتش راضية عن السلاح اللي بدخل لها تهريب عن طريق بعض الجماعات الإسلامية بمساعدة من بعض الدول زي باكستان وإيران وتركيا طبعا ده علم أمريكي اللي هي عملت نفسها مش واضة بالها من كم حتة السلاح اللي بيتهربوا للقوات البوسنية ده كمان الدول الغربية قالت لأ مفيش إلغاء لقرار حظر السلاح في مقابل أننا هنبعد قوات حفظ السلام تعمل مناطق آمنة وفي النهاية اتورطت وشاركت كتير من القوات دي في المجازر وده ما كانش تورد بشكل عفوي أو تصرفات فردية من القوات لأ محدش يقدر يدعي أو يقول كده دي كانت سياسة واتجاه عام وده مش كلامنا ولا توقعاتنا ده اللي ذكروا الرئيس الأمريكي وقتها بيل كلينتون ونشروا المؤرخ تايلور برانش في كتاب بعنوان أشرتة كلينتون بيقول تايلور في جزء من الكتاب ان كلينتون قال ان حلفاء أولاد المتحدة في أوروبا أوقفوا أي مقترحات لتعديل أو رفع الحظر عن بيع السلاح للبوسنة وبيقول تايلور ان الرئيس كلينتون هو كمان كان معارض لبيع أي سلاح للبوسنة لكنه برر معارضته على أسس إنسانية بحجة ان المزيد من الأسلحة سيؤدي إلى سفك المزيد من الدماء ورغم كده فان كلينتون اعترض على موقف الدول الأوروبية برفض وجود دولة مستقلة للبوسنة ونقاط الدول الأوروبية قالوا ان دولة البوسنة والهرسك هتكون غير طبيعية باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة في أوروبا وقالوا ان هما بيفضلوا استمرار حصار البوسنة بيذكر تايلور انه اتصدم من كلام كلينتون وقالوا ان اللي بتعملوا بيه بوسنيين دلوقتي هو نفس اللي اتعرض له الأوروبيين اليهود خلال الحرب العالمية التانية لكن الرئيس كلينتون تجاهل تعليقه وكمل وقالوا ان الرئيس الفرنسي فرنسوان متراه كان صريح جدا في نوقفه لما قالوا بكل وضوح ان البوسنة لا تنتمي لنا لا تنتمي إلى أوروبا أما المسؤولين البريطانيين فكانوا بتكلموا مع كلينتون عن آمال استعادة أوروبا المسيحية فدي كانت مواقف الدول العظمى دول الحريات وحقوق الإنسان والمساواة والإخاء ده موقفهم من تعرض مواطنين أوروبيين في البوسنة للإبادة ونرجع للحرب طبعا بعد سنين من مجازر والحصار والواقف قصادها مقاومة محدودة بحكم ضعف التسليح بدأت أخبار المجازر وصوروا فيديوهات عنها تنتشر في كتير من دول العالم وانتشر الكلام في الإعلام عن إبادة للمسلمين طبعا كل ده وغيره كشف كتير من العوار الأخلاقي لما يسمى المجموعة الدولية أو النظام الدولي واللي في قلب أوروبا نفسها سمح بزبح وانتهاك آدمية مئات الآلاف من البشر اللي هم أوروبيين زيهم لكن هم اختاروا لنفسهم معتقد تاني وبعد سنين من الدماء يتحرك ما يعرف بالنظام الدولي في طريق إيجاد حل سياسي يحفظ ماء الوجه وجههم هم وتقريبا برضو رغبة في عدم تجيش المسلمين حول العالم خلف قضية البوسنة وبالفعل نجحة مساعي أمريكية أوروبية روسية مشتركة في دفع أطراف النزاع خاصة السرب في الدخول في المفاوضات السياسية عقدت في مدينة دايتون الأمريكية في الفترة من 1 ل 25 نوفمبر 1995 وقادر المفاوضات دولماسيين الأمريكيين ريتشارد هولبرغ وكريستوفر هيل وحضر المفاوضات الرئيس الاغزلافي السربي سلوبودان ميلزوفيتش ورئيس الكرواتي فرانيو توتجمان وزعيم البوسني علي عيزة بيجوفيتش رئيس جمهورية البوسنة والهرسك وفي نهاية الأسبوع الثالث من التفاوض تم التوصل إلى اتفاق متناقض بينصف أوله على وحدة جمهورية البوسنة والهرسك وفي نفس الوقت بيأدي لتأسيمها تتقسم كيانين سياسيين هما فيدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة وبعدها صدر قرار من محكمة التحكيم الدولية باعتبار منطقة بارتشكو أو باركو اللي على الحدود المشتركة بين البوسنة وكرواتيا وصربية باعتبارها ملك مشترك بين الثلاثة وبتتمتع بالحكم الذاتي اتفاقية دايتون منحت الصرب جمهورية مستقلة على 49% من المساحة الإجمالية للبوسنة والهرسك في المقابل جمعت المسلمين والكروات في فدرالية على مساحة 51% وأصبحت رئاسة فدرالية البوسنة والهرسك حاجة غريبة كده خليط بتتشكل من مجلس ثلاثي من الصرب والكروات والبوسنيين المسلمين وبتناوب الأعضاء التلاتة على الرئاسة وكمان نصة اتفاقية دايتون على إنشاء نظام برلماني برضو مختلط بحصص التلتين للفدرالية البوسنية والتلت للصرب وبكده تكون البوسنة والهرسك بعد ما تم اجتياحها وحصارها وفقدت الآلاف من آلها اتقسمت ورسميا وخد الصرب كل اللي كانوا عايزينه وزيادة ويمكن الحسنة الوحيدة اللي عملها ما يعرف باتفاق دايتون هو إدانة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب اللي حصلت طول فترة الاجتياح واللأوكلتها للمحكمة الدولية الخاصة اللي نكحت مع الوقت في توقيف ومحكمة بعض رموز صرب البوسنة وبرضو رئيس صربيا السابق سلوب دان مليسوفيتش لكن للأسف كتير من قادته ومجرم الحرب لسه تلقاء لدرجة أن بعض الفتيات اللي اقتصبوا وعايشين لحد يومنا دا بيعانوا الأمرين إنهما بيشوفوا اللي اعتدوا عليهم وعلى أسارهم معايشين حياتهم عادي بدون أي ملاحقة قضائية واللي كان منهم جلنهم مثلا وإنهما بيعانوا من عدم الاعتراف بيهم والأكثر كارثية بأطفالهم اللي نتجوا عن عمليات الاغتصاب دي نساء وأطفال بقوا غير معترف بيهم كضحايا حرب با العكس بعد ما كان الصر بالسبب في الجريمة بيتهموهم دلوقتي بأن أطفالهم الغير شرعيين نتيجة عملهم في الضعارة يعني مستوى جديد أكثر كزارة في اضطهاد البوسنيين على كل تم التوقيع على اتفاقية ديتون يوم 14 ديسمبر 1995 في العاصمة الفرنسية باريس وبعدها تم نشر 60 ألف عسكري في البوسنة من قوات حلف شمال الأطلسي النيتون والمهمة ضمان الاستقرار ضمان الاستقرار كلمة الاستقرار كلمة سهلة سهلة جداً تيجي بعد معارك ودماء يطلع السياسيين ببيدل وجرفتات وهم بيلمعوا على وشوشهم ابتسامة ويقول بكل فخر نجحنا في إيقاف الحرب والآن نضمن الاستقرار على أساس الكلمتين دول هيمسحوا فوراً ويلغوا أكتر من 150 ألف قتيل راحوا ضحية الاجتياح السربي للبوسنة والهرسك منهم عشر تلاف في سراييف وبس وعلى أل تقدير كان ما بينهم ألفين طفل أمن الأمم المتحدة فقدرت خسائر الحرب بحوالي 200 ألف قتيل وزيهم 200 ألف جريح ومعاق ضمان الاستقرار لن ينسي المقابر الجماعية اللي اكتشفت في مدينة مستار مثلاً وغيرها من المدن والقرى البوسنية اللي أكد الأطباء الشرعيين إن تقريباً جميع الضحايا فيها قتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وهو أسلحة أوتوماتيكية يعني عزل اتعرضوا للإبادة ضمان الاستقرار الجملة للاستفادة الوحيدة من ذكرها إنها تفكر الجميع بلا استثناء إن ما فيش ضمان ولا في استقرار لضعيف وإن ضمان الاستقرار الحقيقي هو القوة فكان يا مكان اعمل لايك الفيديو لعجبك واشترك في قناتي بكر المصري ولنا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابت تدعمنا واستنونا كان يا مكان كان يا مكان أنا أعدا واحد يا مكان كانتين بريد